السلام عليكم أصدقائي كيف حالكم متعبين قناة فيوتر كوين وقناة بيتسي وورلد عالم بيتكوين وفيديو جديد على قناتنا قناة متنم بخبار العملات المشفرة طب أصدقائي ارتفاع مفاجئة بعملة تيرا لونة كلاسيك تصل الى نسبة 25% وعندي ارتفاع لعملة اليو اس تي سي أو بما يعرف بي اليو اس تي كلاسيك اللي هي كانت العملة المستقرة لعملة تيرا لونة كلاسيك قبل الانهيار بالفيديو رح تكلم عن اسباب الارتفاع لعملة تفعت بنسبة 100% وعملة تيرا لونة كلاسيك تفعت بنسبة 25% رح اتكلم عن الارتفاعات وشو هي سبب الارتفاع على العملة ولوين رايحات هاي العملتين أما باش في فيديو زقائي يتمنى تضع زر اللايك تشترك بقناة فعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد في عالم المشفرة ولا تنسى نضم لغاتنا على تليجرام الرابط رح يكون موجود اسفل الفيديو والرابط موجود كمان في بانر القناة خليكم معنا لبعاد الاندرو طبا اصدقاء عمل التيرا لونة كلاسيك ارتفاعيه بنسبة 25% دخلناها توصي مدفوعة من سعر 0.3017 الى سعر 0.3021 ربحنا بهاي الصفقة تقريبا 500% و 25% سبوت طبعا عزائي حاليا عندي ارتداد من ترند الصاعد على فريم الواحد اسبوع وحاليا ممكن نتوجه لها مقاومات التالية اللي هي مناطق ال 25 ومناطق ال 26 عندي حاليا ارتداد بسيطة العملة لكن هذا الارتداد ما بخوف مدام نحن اعلى الترند الصاعد وعندي حركة ارتفاعية او حركة صعودية وبداية موجة صعود لنبلش نعمور قمع جديد بالعملة وهدفي رح يكون مناطق ال 35 كهدف اخير للعملة بهاي المناطق ممكن نشوف ارتداد وصعوبة في الكسر لكن حاليا رح نشوف خلال السابيع القادمة ارتفاعات كبيرة للعملة وبنبات كبيرة ورح نجهد مناطق 35 بالنسبة لعملة ال UST كلاسيك عملة كمان ارتفعت بنفس نموذج الارتداد كان عندنا ترند الصاعد وارتدنا من المقاومة بعد ما عملنا ارتفاع بنسبة 100% كان عندي مقاومة هي المقاومة السابقة بهاي المناطق صار عندي مننا الارتداد اي ارتفاع واغلاق اعلى او داخل المقاومة رح نشهد مقاومات الجديدة مقاومة السبع سنت الى منطقة الستي سنت وكلما ارتفعت عملة UST او ال UST كلاسيك رح نشوف ارتفاع بعملة تيرا لونالكلاسيك وشو سبب الارتفاع او شو سبب الارتباط وهي العملتين كان في قرار عندي او عبارة عن اقتراح في مجتمع تيرا لونالكلاسيك اللي هو الربط ال UST كلاسيك بعملة تيرا لونالكلاسيك والعملتين يصيروا تابعات لبعض مثل السابق يعني رح ترجع عملة ال UST كلاسيك عملة تابعة لعملة تيرا لونالكلاسيك لكن UST ليس دولار ثابت او ليس عملة مستقرة الى حد الان ما دام سعره تحت الواحد دولار ممكن تخزي من عملة ال UST كلاسيك الى حين اصلاح مشاكل الاستيكينج بالعملة يصير العملة ترجع الى صالف عهده لمناطق الواحد دولار لكن هذا الشي بحتاج لوقت طويل جدا لنرجع نشوف عملة ال UST كلاسيك بالواحد دولار لكن ارتباط العملتين ببعض هذا امر ايجابي بيعطي دفع لعملة تيرا لونالكلاسيك بما انه يصير عندها عملة تابعة لها حاليا مجرد ما يصير ارتفاع بال UST كلاسيك ممكن نشهد المقاومات ال 6 سنت يعني ارتفاع بنسبة 100% ثانية ممكن انه نرجع نشوف ارتفاع بنسبة 50% من المناطق الحالية للعملة يعني عندي هدف بعملة تيرا لونالكلاسيك مرابط ما بين ال 50% الى 60% 50% ممكن نشهد منطقة 30 و مربح تقريبا 60% عند مناطق ال 31 لكن انه هدفي بالعملة هو منطقة 0.30 35 اصدقائنا كون سمعين بالفيديو بتمنى الفيديو كلنا اعجابك لا تنسى تشترك بالقناة تفعيل زر الجرس تضغط على لايك حتى يوصلك كل جديد مع السلامة بخير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة